موسيقى ضبابية نتنياهو تؤزم الموقف والشارعان في خطر التصابق موسيقى صقف المعارضة يرتفع بزخم الشارع مطالبات بحل الكنيسة وصياغة دستور موسيقى الحكومة اللبنانية ترجع أقرب ساعة وتنزع فتيل الانفجار موسيقى بعثة تقصي حقائق أممية تفضح تورط للتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا موسيقى معلم باريس الأبرز أو معلم باريس الأغلق مغلق بحكم الاحتجاجات في قانون التقاعد موسيقى أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين نبدأ هذه الساعة مما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية بعزم رئيس الوزراء نتنياهو تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة وذلك بعد مشاورات مع قادة الاتلاف الحكومي نتنياهو طالب المتظاهرين في القدس بتجنب العنف قائلا إن الحكومة تواجه حملة دعائية سلبية ضخمة ضد الإصلاح نتنياهو اتهم المحتجين بأنهم لا يفهمون ما وصفه بالإصلاح الذي يدعو له وبدوره دعت وزيرة الألام الإسرائيلية للتظاهر ضد نتنياهو إذا تراجع عن التعديلات القضائية وقد عقد نتنياهو اتماعا مع وزير الأمن القومي إتمار بنغفير فيما كثفت الشرطة الإسرائيلية تدابيرها تحسبا لمواجهات بين محتجين وأنصار أقصى اليمين وقد طالب مقربون من نتنياهو رئيس الوزراء بتعجيل خطابه لتهدئة الشارع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد أهلا بيك زياد ما الذي يعنيه تعليق التعديلات القضائية يعني حينما يعلق نتنياهو مشاريعه هذه هل هي خطوة أولية لأن يتراجع عن هذه القرارات التي أشعلت الشارع؟ هذا صحيح جدا في خطاب نتنياهو كتب وقف وليس تعليق وهذا قد يكون الفارق الجوهري فيما يحدث لأن نتنياهو يدرك تماما بأن الإعلان عن تعليق التشريعات المتصلة بخطة الانقلاب على القضاء أو كما يسميها خطة إصلاح القضاء لن تكفي لأن عمليا القيمون على الاحتجاجات أعلنوا بأنهم لن يكتفوا بتعليق مؤقت مؤثر زمنيا وأنما يريدون أن يسمعوا وقفا ونهاية لهذه الخطة نتنياهو لن يذكر أمدا زمنيا على الأرجع بمعنى لن يقول أوقف ذلك لشهر أو شهرين أو سنة وذلك في محاولة لإقناع هؤلاء بأنه عمليا يمكن أن يكونوا حققوا مبتغاهم عمليا حاليا هو يفاوض شركاءه في الاتلاف اليميني بن كفير يحاول أن يثنيه عن الاستقالة من الحكومة لأنه هدد بذلك على أن يبقى داخل الاتلاف بمعنى لا حطر بسقوط حكومة نتنياهو نتنياهو ينتظر مظاهرات اليمين التي ستصل إلى هنا بعد بعض الوقت ربما يريد أن يرى إن كان وصل عشرات الألاف يمكن أن يقول لليسار أو للمعارضين لدي حشود من خلفي ومع ذلك أنا أوقف هذا الموضوع على أمل أن يقبلوا بذلك الشارع الموالي لنيتنياهو أو حكومته كم يمثل؟ يعني من تلك الأحزاب التي تحرك هذا الشارع المؤيد؟ مشكلة نتنياهو بأن الحكومة متجانسة يمينياً وبهذا التوصيف فهي تتنافس عادةً على الناخبين أنفسهم في الشارع كلهم ينتخبون هذه الأحزاب اليمينية الليكود الصهيونية الدينية شاس وإلى آخره من هذه القائمة ولهذا لديه مشكلة الآن كل حزب من هذه الأحزاب يريد أن يأخذ ما يمكن أن يسوقه إنجازاً يبرر لماذا وافق على وقف التشريعات المتصلة بخطة إصلاح القضاء هذه معضلة نتنياهو الرئيسية الآن لديه مشكلة داخلية في الإتلاف ومعضلة كبيرة في مواجهة الشارع الإسرائيلي لأنه عملياً ليس دقيقاً أن نقول بأن اليسار في مواجهة اليمين أو المعارضة في مواجهة المولاء عملياً حسب استطلاعات الرأي نحو 70% من الإسرائيليين يعارضون خطة نتنياهو هل هي خطة نتنياهو فعلاً زياد؟ لأن البعض يقول نتنياهو نفسه مغلوب على أمره يعني ليس هو صاحب هذا المشروع وأنما الذين معه في الحكومة هم الذين أجبروه على أن يتبنى هكذا مشروع هذا يقوله من لا يعرف الرجل بن يمين نتنياهو يسيطر تماماً على هذه الحكومة وعلى مآلات الأمور في الإتلاف نتنياهو يقف من خلف هذه الخطة لأنه المستفيد الأول منها كونه يحاكم في ثلاث قضايا فساد في المحاكم الإسرائيلية المنطق العام يقول بأن عليه عملياً السيطرة على قضاة المحكمة العليا تعييناً لأنه قد يصل عملياً إذا أدين وحكم بالسجن أو بأمر آخر سيصل إلى المحكمة العليا بشكل أو بآخر وسيكون مريحاً أكثر أن يصل عندما يكون قضاة محافظون قد وصلوا إلى هناك وليس القضاء الحاليين الذين يتهمهم اليمين بأنهم يساريون وأنهم لديهم الكثير من التدخل في الأمور السياسية في إسرائيل صحيح أن ياريف ليفين وزير العادل هو من تبوأ هذا الموضوع لسبب بسيط بأن القضاء الإسرائيلي منع نتنياهو قانوناً من أن يتدخل في قضية الإسلحات القضائية لأنه ثم تتضارباً في المصالح كونه يحاكم ومع ذلك عملياً مرر قانون يمنع عزله وعاد للتدخل في الإسلحات القضائية البينة على ذلك هو من سيعلن اليوم وقف هذه التشريعات نتنياهو يتفقد العاجل زياد مع بنغفير على تمديد فترة الإصلاح القضائي من خلال الحوار ما الذي يعني ذلك زياد؟ هذه لعبة في المصطلحات كي يقول بنغفير لقاعدته اليمينية لم نوقف ونلغي هذه الإصلاحات فقط أجلناها وسيكون هناك نوع من الحوار للعودة إليها نتنياهو يبحث عن مخارج صياغية حالياً يمكن لها أن تقنع اليمين المتطرف في الحكومة بأن هذه الخطة ستعود للحياة يوماً ما ويمكن لها أن تقنع الشارع الإسرائيلي المنطفض والغاضب بأن هذه الإصلاحات انتهت نفهم من ذلك أنه ليست هناك جلسة قادمة في الكنيسة لا حالياً الكنيسة يناقش موضوع الميزانية تصويت على الميزانية ونتنياهو من المتوقع أن يدلي ربما خلال ساعة باعتقادي أعتقد جازماً بأنه ينتظر مظاهرة اليمين يريد أن يكون المشهد في الشاشات عشرات الألاف من اليمينيين وأن يقول أنا أوقف ولدي حشود من خلفي وليس فقط اليسار يمكن له أن يجيش الشارع في إسرائيل فقط نلفت إلى أن هناك إضراباً عاماً في إسرائيل دعت إليه النقابات العامة لأعطيك فكرة ماذا يعني ذلك 300 مليون دولار الخسارة يومياً من هذا الإضراب اليوم تعطيل في رحلات الطيران وما إلى ذلك 700 ألف عامل يضربوا بهذه الطريقة طيب هل في أماكن معينة زياد لوصول التظاهر اليمينية يعني أنا أسأل هذا السؤال زياد هل يمكن أن يتشابك الشارعان مع الشارع المؤيد والشارع المعارض هذا كان ليحدث تماماً على فكرة من مروا من خلفهم من مظاهرة اليمين الذين بدأوا يصلون عملياً لو جاءوا قبل ساعة كان يمكن أن يكون صداماً مع الطرف الآخر لأنهم تواجدوا أكثر من 100 ألف كانوا هنا لكن تكتيكياً الشرطة الإسرائيلية عملياً أغلقت المنطقة أمام القادمين حتى يصلوا هنا ستمر نحو ساعة وبالتالي ستكون المظاهرة الأخرى قد انتهت تقريباً لكن وارد جداً أن ترى اليوم بعض الصدامات بين الجانبين هل يمكن القول بأنها فكرة الأنصار العلمانية السياسية في إسرائيل ضد السياسية الدينية يعني هناك أحزاب لها خلفيات دينية هي التي تسيطر وتحكم أنا أسألك هذا السؤال لأنه له خلفية لدينا هنا في العالم العربي وهو خوف الوصول الأحزاب الدينية إلى الحق هل هي بنفس الصورة في إسرائيل زياد؟ الأصولية الدينية اليهودية تسيطر حزب سمودريج وبنكفير هما عملياً ينتميان إلى اليمين الاستيطاني الأيدولوجي وهما الثقل الأساسي في حكومة نتنياهو في هذه الحال خلافاً للسنوات السابقة فقط للتذكير نتنياهو لم يشكل يوماً حكومة يمينية خالصة كما هذه دائماً كان هناك أحزاب وسط أو يسار مشكلة نتنياهو الأساسية أن هذه الحكومة متجانسة يمينياً لكن هل ضمن هذه الأحزاب فكرة الوصول إلى الحكم بالشريعة اليهودية؟ يعني هنا السؤال أن تكون حزب ديني وتحكم بالسياسة العلمانية شيء وأن تكون حزب ديني ويريد أن يطبغ الشريعة اليهودية شيء آخر هذا صحيح جداً هناك أحزاب دينية أرتدوكسية متشددة تدعو إلى أن تكون إسرائيل كلها تابعة خاضعة للشريعة اليهودية أيضاً سمودريج ينتمي إلى الطيار اليمين الغيبي في هذه الحال أيضاً الذي يفكر بطريقة مشابهة بالتالي هذا صحيح نوعاً ما ولكن علينا أن نرى أيضاً بأن النخب الغربية هي من تقود كل شيء التظاهرات وكذا أيضاً الإصلاحات بمعنى نيتنياهو ينتمي للغربيين الأوروبيين جانس ولبيد كلهم ينتمون إلى لون واحد هو اللون الأبيض في إسرائيل يعني الطبقية هنا لها دور في هذه المسألة شكناز وسفرديم وغيرها لها دور؟ هذا صحيح هذه النخب هي من تسيطر على إسرائيل منذ إنشائه عملياً أعطيك مثالاً لم يسبق أن كان رئيس وزراء شرقي في إسرائيل لكن الشرق موقفهم يعني اليهود الشرقيين الموجودين في إسرائيل وهي طبقة ليست يعني مهمة بالنسبة للتركيبة المجتمعية هل لهم دور ما في الداخل؟ بدون شك هم أساس اليمين في إسرائيل وعملياً الليكود معظم الليكود أنصاره ينتمون إلى اليهود الشرقيين أساساً وبالتالي هذا الأمر موجود في إسرائيل معظم الأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية عملياً أنصارها من الشرقيين للتفكير فقط الشرقيون في إسرائيل أكثر من الغربيين من حيث النسبة شكراً جزياد حلبي مراسلنا في القدس ومدير مكتبنا في القدس شكراً جزيلاً لك في بيان انتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع شريكي في الاتلاف الحاكم بن جفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره كما دعا وزير الأمن القوم الإسرائيلي إتمار بن جفير أنصاره إلى تنظيم مظاهرات مضادة في القدس وذلك بعد أن أنهى بن جفير لقاءاً جمعه برئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق اليوم وأذكر أن عدد المتظاهرين في محيط الكنيسة بلغ ثمانين ألف بحسب ما أوردت شرطة الإسرائيلية دعا وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب السهونية الدينية سموتريتش أنصاره إلى التوجه للقدس مشيراً إلى أن مصارى إصلاح النظام القضائي وتعزيز الديمقراطية يجب أن لا يتوقف أيها الرفاق إصلاح النظام القضائي وتعزيز الديمقراطية يجب أن لا يتوقف تحت أي ظرف نحن الأغلبية ويجب أن لا نستسلم للعنف والفوضى والرفض نحن الأغلبية لنجعل صوتنا مسموعاً سنلتقي الليلة في القدس أمام الكنيسة سأكون هناك جاء هذا بعد أن دعا رئيس الاتحاد العام للنقابات العمال في إسرائيل إلى إضراب عام اليوم رداً على مشروع التعديلات القضائية الذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد نقابة الأطباء الإسرائيلية بدورها أيدت إضراباً كاملاً ودعت إليه في النظام الصحي كما أعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية تعليق الرحلات من مطار بنغوريون في تل أبيب وسط الاحتجاجات على التعديلات القضائية هذا وأعلنت سلطات ميناء حيفا وأشدود وهما من أهم الموانئ في إسرائيل وقف العمل حتى إشعار آخر وانضمت مصارف كبرى وشركات كهرباء إلى الاحتجاجات ترجمة نانسي قنقر وخلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنسة الإسرائيلي قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يؤاف جلانت إن الشرخ العميق في المجتمع الإسرائيلي قد يغري أعداء البلاد بالعمل ضدها أمنياً وعسكرياً ترجمة نانسي قنقر أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يعير لبيد أن الاحتجاجات لن تتراجع حتى يكون لإسرائيل دستور مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنسة الإسرائيل وأضاف لبيد أن المتطرفين في حكومة نيتنياهو أخطاء الحسابات خلال محاولة تمرير التعديلات القضائية مشيراً إلى أن التعديلات يجب أن تتوقف بشكل نهائي وكامل لا تستطيع الدولة في هذا الوقت تحمل تغيير وزير الدفاع ما حدث في اليوم الأخير دليل على أن الحكومة فقدت مكابحها إنها خطر على دولة إسرائيل وتهدد أمن إسرائيل تم طرد وزير الدفاع لأنه قال الحقيقة ولم يهدد لقد حذر من انهيار جيش الشعبي في مواجهة حكومة تحاول صرف النظر عن الواقع هناك عدد كاف من الأشخاص المحترمين في الليكود ممن يستطيعون أن يوقف هذا الجنون حزب العمل المعارض في إسرائيل طالب بحل الكنسة الإسرائيلي متهما حكومة رئيس الوزراء نيتنياهو بأنها جعلت الكنسة رهينة لخططها المتطرفة وطالب حزب العمل المعارض بوقف ما سماه جنون حكومة نيتنياهو في إشارة إلى التعديلات القضائية من الناصرة ينضم إلينا المحلل السياسي نظير مجلي وستاذ نظير أهلا بك نبدأ الحقيقة من قراءة موقف نيتنياهو وحكومتي في هذا الموضوع وكيف سينعكس ما حدث على هذه الحكومة برمتها قبل أن نقول أنه يمكن أن يكون هناك انقسامات ما بين متشدديها والآخرين مساء الخير لك والمشاهدين والمشاهدات حكومة نيتنياهو في حالة ضعف واضح مع أنها متتمتعة بأكترية ساحقة في الكنيسة تجد نفسها اليوم عاجزة عن مواجهة موجة الاحتجاج الضخمة والعميقة في المجتمع الإسرائيلي ولذلك هي تواجه أخطارة حقيقية للتفكك من الداخل أو الدخول في صدام مستمر ومتواصل مع الجمهور في إسرائيل وهذه حكومة يمينية متطرفة هي أول حكومة من نوعها في تاريخ إسرائيل لم يسبق أن كان لليمين حكومة بقيادته ومشاركته وحده دائما كان هناك حلفاء يعني اليمين كان يبحث دائما عن حلفاء في وسط الخارطة السياسية ولذلك لم يمتحن في أي قضية واليوم تجد هذه الحكومة نفسها لا تستطيع أن تحل أي قضية حتى لو خرج الآن نيتنياهو وعلن أنه سيعلق الإجراءات أو يوقفها توجد لديه مشكلة لأنه لن يستطيع أن يوقف هذه الموجة الاحتجاجية لأن هذه الموجة لديها فكر عميق أيتولوجي وقد قررت أن ترد على الانقلاب بانقلاب ولن تعد تكتفي بأن تتوقف هذه العملية القضاية الجديدة يعني الشارع الآن يطالب بإقالة الحكومة كاملة مش بوقف موضوع قانون إصلاح القضاء لا يقولون هذا الكلام أنهم يريدون أسقاط الحكومة أن الحكومة انتخبت فقط في بداية شهر نوفمبر الماضي يعني أربعة شهور ونصف وهم يقولون نحن نحترم القرار الناخب الإسرائيلي ولكن الناخب الإسرائيلي منحهم الحكم وليس الانقلاب على الدولة فالخطة الحكومية التي جاء بها نيتنياهو يتبين أنها من بعد التحقيقات العميقة فيها يتبين أنها ليست بنت الساعة وليست بنت هذه الانتخابات إنما هي وعدت قبل 18 عاما في تحالف ما بين قوة يمين متطرف في الحزب الجمهوري الأمريكي وقوة صيونية اليمينية الجديدة في إسرائيل التي توتل المستوطنات وتحاول أن تجري انقلابا جوهريا في نظام الحكم وهذه الخطة نشأت سنة 2005 يعني بعد الانسحاب من غزة لكي تمنع في المستقبل انسحابات من هذا النوع من الدفعات الغربية الكرة الجوارية يريدون حكومة تمتنع عن اتخاذ قرارات في الانسحاب من أراضي فلسطينية التقت مع مصالح كواقرة تريد أن تفرد الشريعة اليهودية كخلفية ومرجعية للقانون الإسرائيلي ومصالح نتنياهو الشخصية في أنه يريده حتى ينجو من محاكمته في قضية الفساد طيب العاجل يعني أعلام إسرائيلي حزب وزير الأمن القومي بنيفير يعلن تأجيل التعديلات القضائية تأجيل سؤالين يا شهز نظير من وجهة نظرك تأجيل لمتى يعني ممكن يتكلم عن شهور ولا سنة الشيء الآخر ما الذي يعنيه هل هو انسحاب مع حفظ ماء الوجه يعني هل هو تراجع كامل مع حفظ ماء الوجه لا أعتقد أن هناك تراجع كامل التأجيل أولا عينيا الاتفاق بين نتنياهو وبنكفير هو لمابعد العياد مابعد العياد يعني تنتهي في يوم الاستقلال في نهاية الشهر المقبل يعني في شهر أبريل وعمليا نعم عمليا سيعودون في الشهر المايو إلى الأبحاث في هذه الخطة ولكن الشيء الجديد الذي لم يحسب حسابه نتنياهو ولا بنكفير هو أن القوة التي تحاربهم الآن هي ليست مجرد مظاهرات في الشارع وهي ليست المعارضة السياسية التي يقودها بيني جانس وياير لبيد هذه قوة جديدة هي جديدة قديمة عمليا هي الدولة العميقة في المجتمع الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الشباب ذوي النجاحات الهائلة في مجال الاقتصاد ومجال القضاء ومجال الفن والثقافة هؤلاء هم الذين يقودون المعركة وهم يريدون دستورا الآن يعني لا يكتفون حتى لو أجل نتنياهو ألغي كل القطة هم يقولون لا نريد فقط إنهاء ألغة خطة بل نريد دستورا يضمن أن لا تأتي في المستقبل أي حكومة تحدث انكلابا في أنظمة الحكومة بخصوص الدستور بخصوص الدستور إسرائيل ما عندهاش دستور يعني عندها وثيقة تأسيس بس ما عندهاش دستور أصلا يعني وبالتالي هل هنا مطالق تفضل نعم وثيقة الاستقلال في إسرائيل ليست ملزمة من ناحية القضائية هي إعلان عن تأسيس الدولة منها تستنبط أفكار وقوانين ولكن ليست ملزمة كوثيقة ولم ينجحوا في وضع دستور لأن هناك خلاف كيف يحددون كلمة من هو يهودي لا يوجد مجال لتحديد من هو يهودي وطبعا يوجد خلاف على حدود الدولة لأن إسرائيل لم تحدد حدودها حتى الآن فمن هذه الناحية لا يوجد دستور وبهذه الحالة كانت هناك بعض القوانين الأساسية قانون حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان شكل الدولة أمشاز نظير يعني أنا بستغرب الحقيقة لأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة بلا دستور لأنه لو ما فيش دستور هتحدد شكل الدولة إزاي شكل نظام الحكم إزاي يعني أنت تقول أنا إسرائيل نظام برلماني كامل السلطة لرئيس الوزراء الرئيس الجمهورية رئيس شرفي لازم ده يكون مكتوب في دستور طيب إسرائيل ليس لديها دستور كيف صيغت القوانين وكيف حدد شكل الدولة بهذه الطريقة في إسرائيل كانت هناك بعض التقاليد المأخوذة من المجتمع الأوروبي التي كان فيها القائد يخجأ يعني عندما كان يضبط وزير في سرقة 500 ليرة مبلغ تافئ كان ينتحر وأتحدث عن الحقيقة انتحر وزير الإسكان لأنه الطريقة بمبلغ بسيط فكان هناك بعض القواعد بعض الأخلاقيات التي كانوا يستعيدون فيها عن وجود دستور وفيما بعد بدأوا يحددون شيئا اسمه قانون أساس يعني يعقدون قضية ويسمون هذه قضية قانون أساس فيه طابعة دستور ولكن ليس دستورة بإمكان تغييره وتغييره يجب أن يكون بأكثرية ملموسة يعني فوق 61 نائبا هذه الآن الحكومة جاءت بأن فتحت الباب أمام أي قانون ممكن تحويله إلى قانون أساس وهذا عمليا يعني عندما يقول قانون أساس يعني أن المحكمة لا تستطيع أن تشطبه وبهذه الطريقة وضعوا عمليا أزالوا الفوارق بين السلطات وخلطوا الحابل بالنابل وعطوا الفرصة للسلطة التنفيذية أن تكون هي المسيطرة على الحكم وهذا أمر غير مكبول للدولة العميقة في إسرائيل ولذلك يطالبون الآن بدستور يضمن أن لا يتكرر مثل هذا المشهد في المستقبل طيب سأعود لإمكانية كيف يمكن أن يكون هناك دستور لكن أنت قلت أن الذين يقودون الشارع هم من الجيل الشباب لكن أنا أنقلك لنقطة أخرى وأن التظاهرات ليست في الشارع فقط وأنما التظاهرات في الحكومة نفسها يعني التظاهرات في وزارة الدفاع فيقيل وزير الدفاع السفراء اليوم أضربوا في الخارجية أيضا النقل والمطارات فالحكومة نفسها التي يقودها نتنياهو هي نفسها تتظاهر ضد نفسها وبالتالي هنا السؤال أن التظاهر ليس في الشارع وإنما في داخل ألوقت الحكومة عندما تحدثت عن الدولة العميقة قصدت ذلك لأن من يتظاهرون هم يعبرون فعلا عن الجوهر الحكم في إسرائيل وهو الجيش والشرطة والمخابرات والجهاز الاقتصادي الجهاز البنكي المؤسسات الأكاديمية والبحثية والهايتك الذي يدخل 30% من مداخيل الدولة كل هذه العناصر هي التي تنزل إلى الشارع ولذلك نتنياهو وجد نفسه يعني أجرى حسابات خاطئة وجد نفسه يواجه موظفين لديه في قلب المكتب وفي الوزارات المختلفة بنكفير لا يستطيع أن يسيطر على الشرطة السرطة تقول له نحن نلتزم بالقانون وقررت المحكمة ملزمة أكثر من قرارات الحكومة لنا وهكذا الأمر أيضا في الجيش وهكذا الأمر أيضا في المخابرات فلذلك أنا أقول يعني الدولة بدأت تدخل إلى أزمة دستورية حقيقية وفي يوم الاثنين المقبل عندما تبدأ المحكمة العليا في إصدار قرارات بشأن عدد من القوانين التي ترحت أمامها وهناك احتمال كبير أن ترفض عدد من القوانين أن تشطبها ستنشأ مشكلة أخرى من الذي سيمتذرون أمامه على قرارات المحكمة أم قرارات الكنيسة وفي أزمة دستورية كهذه في دول العالم كانت تنتهي إما بسقوط الحكومة أو في انكلاب عسكري يعني كان هناك دائما أخطار أن الأزمة الدستورية هي بالغة الخطور على أي دولة نظير مجلي المحلل السياسي من النصر أسوز نظير شكرا جزيلا لك شكرا لك عزيزي أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أنه عدل عن قرار مد العمل بالتوقيت الدستوري والشتوي والعمل بالتوقيت الصيفي بدءا من منتصف ليل الأربعة في هذه الأثناء كشف مصدر مطلع للحدث أن صفقة مشبوهة تقف وراء مسألة اختلاف التوقيت في لبنان مضيفا أنه تم تمرير صفقة لسيارات مسؤولين لبنانيين خلال ضجيج التوقيتين فقد جرى تعديل خاص للدولار الجمركي للسيارات على أساس ثمانية ألاف ليرة بدل من خمسة وأربعين ألف المعمول بها حاليا وأوضح المصدر أن قانون الموازن الأخير حدد مبلغ ثمانية ألاف ليرة لجمارك السيارات المستوردة وأبقى العمل بهذا القرار حتى الأول من فبراير الماضي على أن يعدل المبلغ بعد هذا التاريخ لأصبح خمسة وأربعين ألف وعشر المصدر إلى تعديل القرار بحيث تم تمديد العمل به من الأول من فبراير إلى الأول من مارس شرط أن تكون السيارات قد شحنت قبل الأول من مارس بغض النظر عن تاريخ دخولها الحرم الجمركي غير أن اللافتة بقرار التمديد بحسب المصدر أنه اتخذ يوم الجمعة الماضي أي في نفس اليوم الذي قررت فيه الحكومة تأخير اعتماد التوقيت الصيفي وهو ما لم تم فيه مصادر الجمارك لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية ثم التنبيد لها أو لا تمديد بها لأقل من شهر إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الرئاسة الجمهورية ومن موقع كرئيس الحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي طضت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقا والتي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة دون أن تتطفق على مرشح يواجه المرشح المريك الآخر أمام هذا الاستعصاء وأمام الدفع لجعل رأس الحكومة المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد قررت اليوم دعوة مجلس وزراء لعرض ما صبق وورد في مذكرتي بتاريخ 23 الجاري بوجوب عرض الموضوع على مجلس وزراء وكان نقاش هادئ حيث أبدأ كل وزير رأيه وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس وزراء رأم 5 تاريخ 2098 باعتماد توقيت صيفي وشتوي دون أي تعديل في الوقت الحاضر ويبدأ توقيت الجديد مساء الأربعاء منتصف ليل الأربعاء الخميس القادم لأن بذلك اضطررنا أن نأخذ فترة 48 ساعة لبعض الأمور التي قد صلحوها أو قاموا بإجراءات معينة نتيجة المذكرة السابقة أعطينا وقت لإعادة تعديلها من بيروت النائب في البرلمان اللبناني لأستاذ رازي الحاج أستاذ رازي أهلا بك الحقيقة هناك من دخل على الخط مستغلا هذه الأزمة في إطار حسابات ومناكفات سياسية وأسأل هنا عن جبران بسيل مثلا حينما دخل على خط مسألة التوقيتات بهذا الشكل يعني يعني في الحقيقة مسألة التوقيت الصيفي وعدم الانتقال إليه هو نموذج صارخ عن كيفية إدارة الإدارة السياسية الحالية المتمثلة برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة تصريف الأعمال وكل الأفريقاء السياسيين الحلفاء لألون ويلي أعطوا الحكومة الثقة ويلي يعني هن يعتبروا من ضمن هذه المنظومة السياسية يعني متى الدامغ على كيفية إدارة الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هذا الأمر يعطي يعني عبارة واضحة أنه هؤل المسؤولين غير مسؤولين غير جدين يقومون بإجراءات بتعديلات بأرارات ارتجالية بخفة بطريقة غير مسؤولة وهذا ينسحب على كل ملفات في البلد من خط التعافي الاقتصادي وصورا إلى الموازنية اللي صوتنا ضدها ويلي صوتوا معه كثير من الأفريقاء وأبرزهم يعني الطيارة الوطنية الحر بعدما كان انتقضها خلال مناقشة الموازنة في الجلسات فهذا يدل أنه هؤلاء المسؤولين ما عندهم يعني لا مسؤولية ولا إرادة حقيقية بتطبيق القانون والالتزام به كمرجعية أساسية في إدارة البلاد طيب أستاذ رازي انتهت الأزمة بما أعلنه سيد ميقاتي لكن تداعيتها هكذا يقال في لبنان لم تنتهي وبالتالي أسأل هنا يعني ما ذلك التخوف الذي يمكن أن تكون هذه المشكلة أو أزمة ستتركه بعدها في الداخل اللبناني بداية هذه الأزمة حاول البعض الباسة طابع طائفي هي حقيقة بعيدة كل البعض عن هذا الطابع اليوم المشكلة في لبنان ليست طائفية إنما المشكلة بين نهجين بين من يريد الدولة وبين من لا يريد الدولة من يريد تطبيق الدستور والقانون والفئة المتحكمة بحياة اللبنانيين والتي تضرب يوميا القانون والدستور بعرض الحائط فتداعيت المشكلة تستمر طالما رح يدل يقفزون فوق الدستور ويخالفون القوانين وما قام به بإصدار المذكرة بالإبقاء على التوقيت الشتوي كان يخالف مخالفة صريحة القوانين والدستور بشكل خاص وهو لم يلتزم حد السلطة وتجاوز حد السلطة كون القرار هو قرار لمجلس الوزراء وليس قرار لرئيس الحكومة رئيس الحكومة يصدر مذكرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء وهذا لم يفعله وهون بروح من هذا الموضوع إلى مواضيع أخرى لحضرتك أشارت لأيها كمان بالمقدمة موضوع قرارات وزير المالية يلي كل يوم بيطلع بقرار يعني لا يموت بصلة لا إلى القانون ولا إلى التوجه العام في انتظام المالية العامة وبرجع بروح على تلزيم التورمينال 2 في المطار يلي كمان إجا بعلامات استفهام كتير كبيرة فكل هذه الأمور اللي عم بتصير يوميا بتدلنا أنه هذا الفريق لم يتعلم شيء من الأزمة ولا يزال يدير البلاد وكأن شيئا لم يكن وكأن ليس لديه مشكلة في هذه الإدارة ولم يتعلم شيء لكن هل كان فيه سوء نية يعني كان فيه تبيت لصفقة ما في إطار كما قيل يعني موضوع دخول سيارات المسؤولين والتهرب من فكرة الدولار الجمركي الذي وصل إلى لا أعتقد هناك رابط لا أعتقد أن هناك رابط بين الأمرين إنما هذا لا يعني أن الأمر الثاني غير صحيح يعني أيضا التعديل في الرسم الجمركي وأبقاه على 8000 في بمسألة استيراد سيارات يعني تعتبر ليست بالأمور الأساسية يعني ليست سلع استهلاكية أساسية وبالتالي هذه أموال تحرم منها الخزينة بوقت هي بأمس الحاجة إلى تعزيز ماليتها لفك الارتباط بينها وبين المصرف المركزي يلي اليوم لا يزال يقوم بتنمية تسديد الفواتير عن الدولة وطبع العمل ومما يزيد منها الانهيار وتضخم وبتالي كل هذه الإجراءات يلي ممكن نصفها بالارتجالية بي اللي عندها منفعة خاصة لبعض النافذين والمستفدين من هذه المواضيع بتترك لبنان بهذه الدولة العميقة يلي ما عم نقدر نطلع منها من خلال هذه الممارسات وبفضل هؤلاء الأشخاص رازي الحاج النائب في البرلمان على لبناني شكرا جزيلا لك أفاد مراسل الحدث في محافظة ذيقار جنوب العراق أن محتجين نصبوا الخيام وأغلقوا مداخل شارع الحبوبي بالحواجز الأسمنتية وسط الناصرية مركز محافظة ذيقار رفضا لنظام سانت ليغو الذي أقره البرلمان العراقي كنظام معتمد في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات المحلية القادمة اليوم ليس لدينا سياسيين ولا لدينا برلمانيين اليوم أصبح وخفى فيش ظلام وبدأوا يقررون قراراتهم الخاصة بهم والتي تخدمهم والتي تسرق أصوات الناس والتي تسرق أصوات المستقلين والأحزاب الصغيرة اليوم يقررونها بساعات متأخرة كلش من الليل يعني للأسف الشديد حتى يضمنون أنه ما أحد يظهر عليهم ما أحد يهوس عليهم ويضمنون أنه لربما أنه حصل لكنهم ما يعرفون أنه شارع العراق اليوم ما رح ينتخبهم هذا القانون الانتخابات اللي صار بالبرحة هذا فصلوه تصال لهم فصلوه لهم لأنه ما سووا قانون لحد الآن صالح الشعب صالح الأحزاب صالح هذول الشخصيات اللي المسيطرة على البلد نحن اليوم ننادي بإرادة الشعب العراقي ويجب احترام إرادة الشعب العراقي من قبل ممثلي الشعب العراقي اللي هم البرلمانيين للأسف نجد الالتفاف الواضح والإصرار للعودة بنا إلى قانون سانت ليغو وبذلك عدم احترام لإرادة الشعب لدماء الشهداء عدم احترام لرأي المرجعية التي يعتبرها العراقيين هي خيمة لجميع العراقيين دكتور علي التميمي الحقوقي والخبير القانوني دكتور علي أهلا بك وناقش معك الجزء القانوني والدستوري أهلا بك دكتور علي كل عام وانت بخير البعض يقول يا دكتور علي أنه كل عام بتبخير تمرير هذه التعديلات في البرلمان فيه جزء مخالف للدستور العراقي نفسه هل ثمت مخالفة في هذا التمرير لهذه التعديلات نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي أستاذ محمود والسادة المشاهدين ورمضان كريم كل عام وانتم بخير طبعا بالتأكيد يعني البرلمان صوت على القانون الحديث يعني عن الجلسة وعن غيرها أنا برأيي لم يعد يجدي نفعا لكن مثل ما تفضلت الحديث المفيد الآن هو كيفية الطعن آلية الطعن على ماذا ينصب الطعن أمام المحكمة الاتحادية طبعا هذا القانون صوت علي البرلمان بعد 15 يوم 15 يوما سيتحول إلى قانون واجب التطبيق ينشر في جريدة الوقاع أنا برأيي نقاط ممكن الاستفادة منها في الطعن فيما يتعلق بالجلسة جلسة البرلمان هم قدموا يعني قسم من النواب لوائح إلى البحكم الاتحادية بهذا الخصوص فيما يتعلق بعقد الجلسة عندما تأخرت في المساء السابق ليس يوم أمس قبله تأخرت يعني لم يكن هناك تطبيق للنظام الداخلي في أنه بعد نصف ساعة ترفع إذا لم يتحقق النصاب القانوني تؤجل ليومين متتاليين 48 ساعة هذا نقطة مهمة هم ذكروها في اللائحة أيضا نقطة أخرى مهمة برأي أنه هذه الطريقة السانتليغو المعدلة وتعرف حضرتك توجد طريقة السانتليغو الأصلية وتوجد سانتليغو المعدلة العراقية التي أضيفت لها الأعشار يعني 1.7 هما اعتمدوها يعني تقسم الأصوات التي في الدائرة كل الأحزاب على 1.7 ثم 3 ثم 5 حتى يكتمل عدد النواب في الدائرة ونواتج القسمة يخرج منها الفائزون هذه طبعا الطريقة فائض الأصوات هنا سيعطيه رئيس القسمة رئيس القائمة العفو إلى من يعني من معه في الكتلة أو الحزب لأنه سيكتفي بالقاسم اللي يحتاجه بالعدد اللي يحتاجه حتى يعبر حتى يمر هذا سيأتيك بنواب لم يختارهم الشعب يعني لم يصوت عليهم النائب وبالنتيجة هذه النقطة مهمة جدا فالطعن برأيي لأنه تخالف المادة خمسة من الدستور اللي تقول لك إنه الشعب هو مصدر السلطات فبالنتيجة هذه الطريقة سانت ليغو ستضرب المادة خمسة من الدستور وبالنتيجة أنا برأيي ممكن أن تضمن في الطعن المقدم دكتور علي نقطة أخرى العراق كله أصبح دائرة واحدة هذا كان نظاماً معمول به سابقاً صح فهل يمكن التعويل على هذه النقطة أيضاً هو طريقة الانتخاب السابق أستاذ بحمود كانت تعتمد على الدوائر المتعددة يعني القانون الرقم 9 لسنة 20 قانون الانتخابات البرلمانية كان يحتمد الانتخاب الفرد الحر المباشر والعراق دوائر متعددة كل مئة ألف نسمة دائرة ويخرج من هذه الدوائر أعلى الفائزين الأول فالثاني فالثاني يعني طريقة بسيطة هذا التعديل الأخير الذي صدر به هذا القانون جعل المحافظة دائرة واحدة ليس المحافظة دائرة واحدة وتكون بالنتيجة تحتمد هذه الطريقة ليس فقط في انتخابات البرلمانية لا انتخابات مجالس المحافظات أيضا يعني في مجالس المحافظات أيضا تكون المحافظة دائرة واحدة وتقسم الأصوات بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها الطريقة الفيثوغرسية إن صاح التعبير يعني ليس العراق كل دائرة وإنما كل محافظة دائرة أنا أشكرك دكتور علي التميمي شكرا دائرة واحدة نعم شكرا جزيلا لك الشر كشف متحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن عزمهم عرض مسودة الاتفاق النهائي على الأطراف الرافضة للعملية السياسية اليوم وقال المتحدث باسم العملية السياسية في تصريح صحفي إن لجنة الاتصال بالقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري جلست معهم لمعالجة بعض القضايا التي حالت أن يكونوا جزءا من الاتفاق النهائي مشيرا إلى أن لجنة الاتصال ستعرض عليهم اليوم مسودة الاتفاق النهائي لإبداء مراحضاتهم عليها واعتشمل القوى المتفق عليها للتنضم إلى العملية السياسية حركة تحرير السودان بقيادة ميني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والحزب الاتحاد الديموقراطي جناح جعفر المرغني وفي تصعيد لمواقفها دعت الحرية وتغيير الكتلة الديموقراطية السودانيين إلى الخروج وملاهضة الاتفاق الإطاري الذي وصفته بالمعيب وأكد عمر خلف الله ناطق الرسمي للكتلة في تصرحات للحنث أن الكتلة أجازت جداولة للخروج إلى الشارع لإسقاط الاتفاق الإطاري توجه الكتلة جماهير الشعب السوداني بالخروج لمناحضة أي تصرفات تقوم على هذا الاتفاق الإطاري المعيب من تشكيل حكومة وما يستدبع ذلك حيث أن الكتلة والحرية وتغيير الكتلة الديموقراطية رائق قوي راكز وصميم ونابع من حمس ونداءات جماهير الشعب السوداني الكتلة تتبنى خط مواجهة لعملية الاختطاف السياسي وعملية الانحدار بالموقف السياسي في المرحلة القادمة ستكون أيضا للكتلة الديموقراطية تحركات على مستوى العمل الجماهيري حيث أنها ستعلن جداول النزول إلى الشارع لمواجهة هذه التصرفات التي تقوم على هذا الاتفاق الإطاري المعيب الذي تم رفضه مبكرا باستدراكات قانونية وباستدراكات سياسية وباستدراكات وطنية قومية سيد عثمان المرغاني رئيس تحرير صحيفة التيار سيد عثمان أهلا بيكو لعمل تبخير أسأل هنا عن توقعك لاستقبال الرافضين للإطار بشكل كامل إذا أردت عليهم هذه المسودة هل يمكن فعلا أن هذا الفريق الرافض يمكن أن يغير من وجهة نظره بشكل أو بآخر نعم أولا كل عام أنتم بخير وأنا أعتقد أن المسودة التي تسربت الآن للإعلام فيها كثير من القضايا التي كانت اشتركت الأطراف فيها الكتلة الديمقراطية مع المجلس المركزي في الإعلان السياسي الذي كان يفترض أن يوقع بين الطرفين لحل هذه الأزمة فهناك استجابة لبعض المطلوبات هذا الإعلان السياسي وردت في إطار هذه المسودة لكن أعتقد المشكلة الآن لن تتجه في البنود في حد ذاتها بقدر ما محاولة إيجاد نوع من التسوية أو الصفقة بصورة ما للتمثيل الذي يمكن أن ينتج من الاتفاقية بمعنى آخر الاتفاقية في ذات نفسها لن تكون هي المشكلة سيكون المشكلة ما سينتج من الاتفاقية عند تشكيل هياكل السلطة الانتقالية خاصة المجلس الوزراء والجهات التي ستشترك في اختيار رئيس الوزراء ثم بعد ذلك البرلمان أعتقد المحاك هنا يعني قسمة الكراسي أكثر من بنود الاتفاقية صفقة بين من ومن سوء الثمان بصورة مباشرة بين المجلس المركزي وليس المجموع الموقع للاتفاق الإطاري بين المجلس المركزي الحرية التغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية باعتبار أنها الجناحات الحرية والتغيير هما بالتحديد أصل هذه المشكلة وليس بقية الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري الأسماء التي ذكرت من أركم الناوي جبريل إبراهيم العدل والمساواة الحزب للتحدي الديمقراطي جعفر المرغاني يعني معرفتك لهذه العقليات وهذه الذهنية ما الذي يمكن أن تطلبه أو ما مصالح هذه الأسماء والقيادات هذه المجموعة الثلاثة التي توافق عليها المجموعة التي وقعت الاتفاق الإطاري واضح تماما ما هي العلاقة والدلالات لهذه الموافقة الكتلتان أو الحركتان الرئيسيتان من ناوي وجبريل هما بحكم اتفاقية جبا يمكنهم المشاركة في السلطة القادمة مهما كانت المواقف وقوا أو لم يوقعوا بحكم أن هذه الاتفاقية تحفظ محاصصة معينة في مجلس الوزراء في الولايات وفي المجلس التشريعي فالآن ضرورة توقيعهم أو الإصرار على أن يلحقوا بالمواقعين لحل هذه المشكلة أقرب إلى قضية الثلثة المعطل التي كانت تستخدم في لبنان سابقا المحاولة إيجاد نوع من التوافق بين وثيقة جبا والوضع الذي سينشأ الآن من الفترة الانتقالية أما بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي فلا أنه أصلا موجود ربما هذه مفارقة هناك توقيع باسم السيد محمد الحسن المرغني باسم الاتحاد الديمقراطي فأصبح وجود شقيقه الآخر هنا لا يغير المعادلة كثيرا بل ربما يؤكد وجود الحزب بصورة كاملة سوى ذلك أصبح مرفوض بالنسبة لبقية الأطراف الموقع باعتبار أن وجود أجسام أخرى سيؤثر كثيرا على الطريقة التي يتم بها اختيار الحكومة الحكومة الانتقالية وبقية هيكل السلطة فهي أنا في تقديري الخلاف ليس في الوثائق وليس في البنود الوثائق بقدر ما هو فيما سينتج من هذه الوثائق من المحاصصة وقسمة في الكراسي لما بعد توقيع الاتفاق النهائي رأيك في الدعوة الكتلة الديمقراطية عمر خلف الله الناطق باسم الكتلة يدعو إلى تظاهرات في الشارع ضد الاتفاق بشكل كامل إلى أي حد يمكن أن يكون له صدى والله هذه تبدو دعوة غريبة جدا لأن اللجانة المقاومة التي أصلا هي الراعي للحراكة الجماهيري منذ الانقلاب العسكري في 21 حتى الآن هي نفسها تحاول أن تتجنب شهر رمضان لأن شهر رمضان ليس من الشهور التي يمكن فيها استثارة الحس الجماهيري ومحاولة إخراج الناس في هذه الظروف التي تتعلق بالصيام في هذا الشهر بالتحديد فالتوقيت نفسه غير ملايم علاوة على ذلك من الصعوبة بما كان الآن أنا أعتقد ذلك غير الذين قد يكون لهم انتماء حزبي صارخ إقناع مواطن عادي بالخروج للشارع لهذه القضية لأن الآن غالبية المواطنين السودانين الروح الشارع السوداني هي تريد أن تصل إلى نقطة اختيار حكومة واستعادة فترة انتقالية بأي شكل يعني لا أحد في الشارع يكترس الآن لنصوص الاتفاق الجميع الشارع السوداني الآن يريد الوصول إلى مرحلة تكوين الحكومة ومن الصعوبة بمكان أن يكون هناك أي شخص يمكن أن يقتنع بأن هناك مسببات أو مبررات منطقية موجودة في صلب الاتفاق تمنع قيام هذه الحكومة في هذا التوقيت سيكون من الصعوبة بمكان إيجاد مثل هذا الحراك الجماهيري لكن أنا أعتقد حتى لو تم التوقيت غير مناسب من زاوية التأخر لأنه الآن كان من الممكن أن يكون هذا الحراك قبل فترة ويغير على الأرض فعلا جندة الأطراف الأخرى وتستجيب لهم لكن الآن حتى ولو أرادت الأطراف الأخرى الاستيابة ليس هناك وقت الاتفاق سيوقع يوم واحد أبريل يوم الأحد القادم يعني ليس هناك وقت حتى للاستيابة للتظاهرات إن حدثت هذه التظاهرات شكرا جزيلا سواء أثمان مرغاني شكرا جزيلا سواء أثمان قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا إن لديها أدلة تدعم ارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين وأضافت أنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين فيما قال عضو في البعثة إن دعم الاتحاد الأوروبي السلطات التي توقف المهاجرين وتحتجزهم ساعد وحرض على ارتكاب هذه الانتهاكات بحق المهاجرين انتهت هذه الساعة لم تنتهي ملفاتنا استراحة قصيرة نعود ونفتح ملفات الساعة الثانية ترجمة نانسي قنقر